بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شوف المرسلين سلام الله عليكم ورحمة الله في هذا الدرس الجديد على قناة حوحة الفلساة 181.2 في هذا الدرس الجديد سوف نتعرف على طريقة الحصول على عنوان أمريكي خاص بك حقيقي بطبيعة للحال يمكنك عبره يعني مباشرة شحن بعض الأشياء التي تشريع وبعض الهدايا التي تربحها عبر الأنترنت إليه خصوصا إذا كانت هذه المواقع من أمريكا نفسها بعد ذلك يمكنك شحنها مرة أخرى إلى عنوانك الشخصي لهذا كل ما عليكم فعلا أحباب في الله الدخول إلى هذا الموقع بعد الدخول إلى هذا الموقع تقوم بيعني عبر رابط الذي سوف أعضع لكم أسفل الفيديو تقوم بوضع اسمك الحقيقي هنا يعني سوف أضعنا شخصيا اسم آخر بحكم أنني تسجلت من قبل وحصلت على عنوان من قبل على هذا الموقع تقوم بوضع اسمك الأول اسمك الثاني ثم الإيميل الخاص بك الذي تريد اعتماده لتشجيل الدخول دائما وفد حساب على الموقع ثم تختار هنا بلدك الذي تقطن فيه في حالة إسبانيا ثم تضغط على register for free no تنتظر قليلا لحينما يتم تشجيل الدخول إلى صفحة جديدة كما سوف تشاهدون هذه الصفحة أحباب في الله بحيث أنه سوف تظهر لك كما ستشاهدون عنوانك الشخصي مباشرة على الموقع والذي يمكنك اعتماده كما أشرت يعني لشحن أي شيء قمت بشراء عبر الأنترنت إليه وبعد ذلك سوف نشرح طريقة تحويله مرة أخرى إلى عنوانك الحقيقي وهذا الرقم الهاتفي الذي يمكنك الاتصال بهم في حالة مثلا كان هناك يعني مشكل معين أو شيء من هذا القبيل عليهم بعد تشجيل أن تدخل إلى هذه الصفحة تقوم باختيار هنا جينسك إذا كنت تذكر أنثى ثم تقوم بوضع رقم هاتفك الشخصي والباسورد الذي تريد اعتماده مثلا سوف أضع مثلا الباسورد بهذا الشكل ثم أقوم بعادة كتابة الباسورد ثم تضغط على اكتيف اكتيف اكتيفيت نو يعني أنا شخصيا قمت باعتماد هذا الرقم الهاتفي من قبل لذا سوف أقوم بوضع رقم هاتفي آخر عليين قمت بوضع رقم هاتفي آخر لأنني قمت بتشجيل حساب من قبل يعني بالرقم الهاتف الذي قمت بوضعه قبل قليل بعد ذلك نقوم بالضغط على اكتيف 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 نو وننتظر قليلا أحباب في الله لحينما يتم تشجيل الدخول إلى صفحة جديدة كما سوف تشاهدون تقوم بالضغط على كونتونوار يعني أي التالي ثم يعني سوف يتم تشجيل الدخول مباشرة إلى حسابك على عنوانك الأمريكي كما سوف تشاهدون أحباب في الله الحين سوف نشرح طريقة إضافة عنوانك الشخصي الحقيقي الذي عبره ويمكنك في كل مرة تريد يعني مباشرة تحويل البضائع أو الأشياء التي قمت بشراء عبر الأنترنت من الموقع الأمريكي إلى عنوانك الشخصي هذا تقوم بالضغط على your account في الأعلى هنا ثم بعد الضغط على your account تقوم بوضع الضغط عفوا يعني على address book هنا كما سوف تشاهدون وتقوم بوضع عنوانك الشخصي مثلا سوف أقوم بتشيل بعنوان آخر تقوم بوضع عنوانك الحقيقي ثم المقاطعة أو يعني نعم المقاطعة التي تقطن فيها أو المدينة التي تقطن فيها في حالة أنا شخصيا برسلونة ثم الرمز البريدي للمنطقة التي تقطن فيها كما سوف تشاهدون ثم تختار يعني هنا دولتك في حالة إسبانيا وتقوم بعادة كتابة الرقم الهاتف أحباب في الله في هذه الخانة عليها سوف أقوم بكتابة الرقم الهاتف الآخر ثم تقوم بالضغط على add address في الأسفل هنا وتنتظر قليلا لحين ما يتم تشجيل الدخول كما سوف تشاهدون إلى صفحة بهذا الشكل الحين أحباب في الله يعني مثلا إذا كنت قد طلبت شيء معين عبر الانترنت عبر هذا الحساب عبر عفوا على العنوان الأمريكي مثلا في موقع أمازون أو أي مواقع أخرى مثلا قمت بشراء شيء معين وقمت بتحوله إلى هذا الموقع أو عفوا إلى هذا العنوان الخاص بك الذي قمت بإنشائه على هذا الموقع سوف تجد جميع الأشياء التي قمت بطلبها على أتي الخانة أحباب في الله كما سوف تشاهدون طبعا عندنا الضغط على هذا الخيار هنا سوف تظهر لك يعني إذا كنت قد توصلت بمثلا بعض الأشياء التي قمت بشرائها أو بعض الهدايا التي قمت بالحصول عليها وأتمت عنوانك الأمريكي يعني التوصل بها سوف تجدها في هذه القائمة أحباب في الله عند التوصل بأي شيء من هذا القبيل طبعا على أساس تحولها مباشرة إلى عنوانك الشخصي فتقم بالضغط على هذا الخيار الرابع كما سوف تشاهدون وسوف يتم تحولك مباشرة إلى صفحة بهذا الشكل هنا سوف تضع كما أشرت تظهر لك يعني كما أشرت الأشياء التي توصلت بها التي قمت بشرائها تضغط على أي واحدة في حالتي الحين يعني لا يوجد أي شيء تضغط على أي واحدة من هذه الأشياء ثم على أساس تحولها إلى عنوانك الشخصي الذي قمت بإضافته تقم بالضغط على هذا الخيار مباشرة كما سوف تشاهدون ظهرت لنافذة بهذا الشكل بأنني لم أختر أي شيء من البضائع التي توصلت بها بحكم أنها غير موجودة أصلا أحباب في الله فقط عندما سوف تضغط على أي بضاعة ثم تضغط على هذا الخيار سوف يحولكم رشاة إلى صفحة ثانية تقم بالضغط على أون فيار أي إرسال وسوف يتم إرسال هذه البضاعة التي توصلت بها يعني على العنوان الأمريكي إلى عنوانك الحقيقي الذي شرحنا قبل قليل طريقة إضافته أحباب في الله أتمنى الدرس البسيط قد يعني أفادكم من خلال يمكنك الحصول على عنوان أمريكي حقيقي ولا خوف كما أشرت على هذا الموقع من النصب أو شيء من هذا القبيل فجميع الأشياء التي سوف تقوم بتحويله إليه يعني إلى العنوان الذي قمت بإنشائه سوف يتم حفظها وإرسالها إلى عنوانك الشخصي في حالة ما قمت باستلام أي شيء قمت بشرائها أو يعني ربحته عبر الأنترنت في الأخير لا تنسوا دائما زيارتنا على موقعنا www.igla5.com والإنما بالله صلحتنا على فيسبوك فيسبوك كنتكم سلاح شوحة الفتحانية 180 فور أيضا لا تنسى الاشتراك في قناتي حطي يصلك دائما جديد الفيديوهات في أمان الله